السلام عليكم النهار ده حلقة جديدة مع برنامجنا صحتك مع دكتورة رانيا السيد يارب نفتكو على قد ما نقدر وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب طلب الجماهير وطلب الناس النهار ده اخترت الحلقة تزيل لان الطلبة مني كتير قيم هي موجودة على الصفحة بتعدي كذا حلقة نفس نفس النوع المرض بس الناس عمالة تطلب مني تانية دكتورة تانية عشان الناس ما عندهاش الثقافة والوعية ده وفيه بيوت بتتخرب فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس يعني اخترت الموضوع ده بناء على طلبك وانتو النهار ده هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبة اتمام العلاقة الزوجية طبعا المصطلح ده في ناس كتير مش عرفاء وحتى للأسف يعني الناس دي حتى بعد بعد الناس لما بيروخ لانه هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات فحتى يعني اللي عندها تشنج مهبلي وفيه صعوبة للعلاقة الزوجية حتى لما بتروح لدكتور ناسا يعني بتعود بيشوف الجهاز التناسي بيلاقيها سريمة فحتى معظم الدكاترة مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه فبيفضلوا يعني في المشكلة دي فترات طويلة انا شوفت ناس وصلوا لحد تاسع سمين في مجيكل وفيه ناس لقدر الله انفصلت بسبب المشكلة دي هنتكلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي التشنج المهبلي ده ونركز في الكلام لان كل حاجة مترطبة اللي بعدها التشنج المهبلي ده عبارة عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مشدودة وعضلات المهبل مشدودة يعني الطريق الخارجي مقفول والطريق الداخلي مقفول فاستحالة يحصل عملية الاج في العلاقة الحميمية استحالة طيب ده تعريفه ايه اسبابه اسبابه نوعين التشنج المهبلية اما حاجة اسمها برايماري يعني مقود من الاساس زي هي عضلة عضلات الحوض او عضلة المهبل بيبقوكسجاس مسل دي عضلة زي اي عضلة في الجسم سحيط عندك تقلص في عضلات ظهرك دي مش بنكتشافها لان العضلة دي ملهاش اي استخدام غير ساعة الجواز فما بتحسش بالمشكلة غير لما البنت يعني بتيجي تجاوز تبدأ تحس بالمشكلة ده البرايماري اللي هو دون سبب زي اي عضلة في الجسم فيها تشنج او تقلص عضل النوع التاني السبب التاني اسمه secondary يعني نتيجة لسبب ما ممكن الخوف سمعت حاجة خوفتها ممكن هي خايفة الخوف من غشاء البقارة وهتوجع الخوف من القلم الخوف 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 يعمل لها خوف فتعمل انقباض ارادي بعد كده يتحول لانقباض لا ارادي وانفاهم الناس يعني ايه انقباض ارادي تحول لانقباض لا ارادي زي واحد عمل عملية في كوعه تمام عشان تبقى الدنيا سهلة هو يعين من الخوف من الوجع تاني كوعه يبني يفرد كوعك علشان كده كوعك هيفضل هيبقى فيه انقباض يقولك لا انا خايف من الوجع او انا خايفة من الوجع فتيجي بعد العملية تجي فعلا تلاقي كوعه وتيتبس وحصل فيه تشنج او الهو كان بيعمله ارادي تحول لتشنج لا ارادي ساعة حين الناس بيبقوا مروا بجراحات او حاجات في المكان ده فساعة بيبقى ده يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زيادة اه ايه تأثيره على العلاقة الحميمية انه هيجي الزوج يعمل عملية الالاج هيحس انه فيه سد حاقت مفيش قناة يا دكتورة للمهبل ادخل فيها اصلا زي ما انتم بتحكوا الكلام ده مش موجود تمام مفيش قناة للمهبل ادخل فيها الطريق مقفول تماما سد كلام الزوج صح الزوجة يعيني بتتوجع وبتتقلم والجميع حواليها سيقمن الاهل من الزوج من الدكاترة اللي بتروح لهم اللي هم ما معدومش خلفية عن التشنج المهبلي او ان فيه حاجة اسمها تشنج مهبلي انسي بتتدلعي انسي منع نفسك انسي مش عارفة ايه وهي عيني البنت فعلا الطريق مقفول العدلة عاملة تشنج قفل الطريق مفيش دخول فكلام الزوج انا لاقيه صد ومش لاقيه قناة صح وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقوله صح يا جماعة انا ما بتدلعش يا جماعة انا بتوجع كلامها هي كمان صح هم الاتنين كلامهم مظبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج الزوجة بتبدأ تحس برعشة او واجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق اللي طبعا بتخاف مع تكرار العلاقة بتخاف فبتبدأ تعمل انكباط زي ما قلنا ارادي يتحول انكباط لا ارادي فتحس بواجع اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاولة الزوج هيحس بايه الزوج هيحس انو فيه صد وفي بعض الاوقات نتيجة للتوتر هممكن يحصل ضعف الانتصاب احنا في حلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب الضعف الجنسي اسباب ضعف الانتصاب وقلنا منها التوتر والقلق فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبلي هو كمان بيعاني من توتر وقلق فده ممكن يخليه يفقد انتصابه اثناء العلاقة ايه هي الاخطاء الشائعة انتو شدين السلك قوي ايه هي الاخطاء الشائعة في تشخيص وعلاج المرض ده الاخطاء الشائعة اه طبعا نتكلم مع التشخيص انه زي ما قلنا انه التشنج المهبري عبارة عن تشنج في العضلات ما هي مشكلة خالص في الجهاز التنسولي في بعض الاطباء الناس بيبقى عندهم خلفية لانه زي مش مش تقسيرا منهم بس مش عندهم خلفية لانهم دراستهم للجهاز التنسولي احنا دراستنا للعضلات ففي ناس عندهم خلفية انه هو الناس الابديدت شوية يقولك اه ده تشنج مهبلي نروح نعمل علاج للعضلات دي وفي ناس بيبقى عندهم اه 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 وفي ناس يقولك لأ انت دي بتتدلع اه لأ اه يخلو الزوج ياخد اجراء عنيف او ياخد موقف منها وهي بصراحة مش بتتدلع ولا حاجة خلاص فيلفوا بقى اللفة دي فين وفين يعني انا بشوف ان الصعوبة التشخيص ان احنا نروح اللي فين المكان اللي بيعالجه الحمد لله احنا المكان اه يعني الوحيد المتخصص تقريبا في مصر في علاج المشكلة دي او في العالم العربي وفي العالم كمان الاسيوي لان احنا جاءت لنا حالات من شرق الاسي كتير اه اه ايه هو اه 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 السعوبة كمان اه الاخطاء اللي احنا بنعانيها كمان مش بس كده حتى علاج المرض فيه اخطاء او في علاج المرض ليه اخطاء لانهما مش فهمينه اول حاجة اه يعني انا جاي يعني اول حاجة انا جاي من ضمن القابلز على فكرة جيت عالجه مني اطباء اه اطباء ومنهم كان اطباء ناس على فكرة ومنهم اطباء لك طبيعي يعني بس مش متخصصين في الجزئية دي اه اه فجات لي يعني حتى من ضمن الناس تعالجت عندي قابلز بكاترة في كل التخصصات الاخطاء الشقيعة نقول نحن بوتوكس يا جماعة البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبالي اولا لانه علاج مؤقت ثانيا من 6 ال 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده مادة سماء فممكن يحصل تشوهات للجنيل سالسا بقى مشكلة التشنج المهبالي وده الاهم ومش هتتحل لان انت حقمت عضلات المهبل وتقدرش تحقن عضلات الخوض بتاعتها لان لو حقمك عضلات الخوض هتتشلي فبيصبك عضلات الخوض فغالبا بعد ما بيعملوا الحق ما بيجيبوش نتيجة وهي ما بيحصلش ما بيحصلش علاقة برضو يعني بيفضل التشنج المهبالي موجود ومبعد ما حقنوا عيني البوتوكس وتكلفوا قد كده لقلهم اصلا لا فيه تشنج جمع فمحتاجين جلسات تبما كان من الاول الحاجة الرابعة العضلة لما بيحصلش فيها ده بتاني شلل مؤقت شلل في وقت من الاوقات مع تقدم العمر والحملة والولادة ممكن حاجة يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تكوحي تعتص ينزل نقط بول طيب ايه تاني يقولك اعمل موسعات يا جماعة احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضلة العضلة فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء الموسع حاجة مش بتاع مش جهاز بيعمل ارتخاء مش حاجة بترخي العضلات ده كل البيانات والموسعات ان هي ممكن بس اذا قدرت الزوجة تكسر حاجز الخوف من دخول حاجة داخل المهبل ايه هي اهم النصايح اه 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 معلش فيه حاجة تانية في الاخطاء الشائعة اه اه احيز اقولها للناس اه حد يقولك نعملك عملية توسيع ان المهبل قومات المهبل دي دقيقة دي ميزة بتزود الانتصاب والمتعة اه 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 عند الزوج وعند الزوجة في المستقبل وخصوصا لما يتقدموا في السن اه العملية دي هتفقدك الميزة دي وبرضه المشكلة هتفضل موجودة مش هتتعالج لان المشكلة زي ما قلنا في تشنج العضلات وليس في الكنتور واسعة ولا دايع كمان بيعملوا عملية وبرضه ويجوا يعملوا الجلسات ايه اهم النصايح اللي احنا بنيديها للزوجة والزوج النصايح المهمة اللي بنيديها اه للزوج اولا بحب دايما ادي نصيحة الزوج اولا مراتك ما بتتدلعش مش منطنع مراتك عندها مشكلة حقيقية اسمها مكتوبة في الكتب العالمية مرض اسمه الفاجينازمس او التشنج المهبلي وما بتتدلعش ومش منطنع خالص اه فدورك انك تعملها سابورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكلة دي والمشكلة ان شاء الله طالما اجينا المكانة الصح بتخلص في وقت صغير ايه ثلاثة يام وبتخلص فمش مستهلة الحياة الصعبة اللي انتو بتعيشوها مع بعض خلاص اه النصيح طيب المهمة اللي بنيديها للزوج طالما عارفنا وتأكدنا انه في تشنج مهبلي ممنوع ان احنا نحاول نعمل اي علاقة تمام ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقة علشان اه اللي ممنوع نحاول نعمل اي علاقة لانه الزوجة كل ما بتعمل علاقة التشنج المهبلي عمال يزيد هي بتعمل انكباض ارادي يتحاول انكباض لا ارادي فلو كان التشنج بدء باربعين بقى خمسين بقى ستين بقى سبعين بقى تسعين بسبب انه قطر المحاولات بتزود التشنج المهبلي فمس نعرفنا وتأكدنا ان في تشنج مهبلي ما يعملش علاقة عشان قطر ده هيأثر وهيأثر على الزوج انت كمين عملتها توتر وهيحصل لك ضعفة في الانتصاب اكتر من مرة يبقى اثر على الاتنين تكرار العراقة بيأثر على الزوجة وبيأثر على الزوج هي التشنج عندها بيزيد لانها بتعمل انكباض ارادي بيتحاول لا ارادي وهو نتيجة للتوتر والاحساس بالفشل من عدم اتمام العلاقة الانتصاب بيدعف عنده في بعض الاحيان والرغبة الجنسية كمان بتضعف ايه طيب احنا قلنا النصائح ايه العلاج حالية دكتورة رانيا العلاج ده اكيد مضمون وما هي نسب الشفاء منه العلاج ان شاء الله مضمون لان احنا جايبين جهاز من بره عالي الدقام بالاتحاد الاوروبي مخصوص لعلاج التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي وبيئيس بالارقام احنا عندنا الاجهزة كانت ثلاث انواع بالصوت وبحاجة زي رسم القلب كده والارقام والفروق بينها المادية عالية جدا جدا ومع ذلك احنا اخترنا اعلى جهاز اللي هو بيئيس بالارقام عشان نوصل لنتائج مضمونة ونتائج عالية فان شاء الله باذن الله نسب الشفاء تكاد تكون مية في المية بس احنا نقول 99% لان في ناس عندهم النصيحة باي احنا بنقولها للزوجة فيه خلي بالك انه فيه شعرة صغيرة ما بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي انا ممكن اتزيكي حقنا بس عارفة فيها الدواء طب يعني ما تيجي تغذي حقنا تانية تبقي خالفة لاني اتجربتي قلم الوجب بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شوية او عشان سن الابرع يوجعك ارفض العلاج وارفض حاجة تدخل جوا قناة المهبل وادخل وحاول نفسي من مرض عضوي يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي ففي الحالة دي ابقى محتاجة اعمل علاج عضوي وعلاج نفسي وده بصراحة انا مش شفتوش جرف واحد في المية من الحالات تسعة وتسعين في المية الحمد لله من الحالات شفاء تام وطبعا بنبقى متأكدين لان زي ما قلنا الجهاز بيقيز درجة الانكباب ودرجة الارتخاء وبنبقى متأكدين طيب ايه هي يا باية دكتورة رانيا طرق العلاج الصح تكلمنا عن كل الاخطاء واللفة الكبيرة اللي بيلفوها الناس طرق العلاج الصح بنعمل هم ثلاث زيارات مش اكتر بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة في الاول بنعمل ارتخاء لعضلات المهبل وبعدين الجلسة التاني اه سوري بابدأ الاول بعضلات الخوض لازم ارخي عضلات الخوض ماينفعش ندخل المهبل في حالة تشنج مهبلي وده كل الخطأ يعيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشوفات احنا حتى في الكشفة مبدخلش اي اجهزة يعني الكشف بدون دخول اي اجهزة بتقييم بيبقى للعضلات من برده كده من جل ما ندخل اجهزة لانها يعيني بتبقى مش مستحملة بتبقى متقلمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع علشان انا بأكد على كده عشان يعيني البنت دي بتقع لضغط والزلم شديد جدا وده كله خارج عن ارادتها وغزب عنها طرق العلاج الصحيحة زي ما قلنا لازم نرخي الحوض عشان نقدر ندخل المهبل انا نفسي حتى في التقييم وفي الكشف وما دخلش الجهاز دخلوا بعد ما ارخلها عضلات الحوض اول جلسة بيبقى فيها عندنا فيها اكتر من هدف الهدف الاولاني نتمن ان الجهاز البروب اللي هي دي جلسة المهبل ان البروب عدى العضلة اللي فيها التشمك وكده نبقى نجحنا وانه يحصل لها حاجة اسمها سلكولاجيكا الاشورانس تتطمن انه انه تتطمن فيها حاجة دخلت جواه وما موتش وما حصليش حاجة فده بيبقى نوع يعني تقعنوا عليك نفسي غير مباشر المخ بيوصلوا المخ بيوصلوا رسالة انه في حاجة دخلت جواه وانا كويسة وما موتش وانا زي الفلة اهو فده بيساعدها الحاجة التالتة انه انا اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوني انه فيه انكباض وفيه انبساط لانه اكيد انه كان فيه انكباض على طوله ما كانش فيه انبساط لانه ما كانش بيحصل علاقة تمام وفيه ناس بيحصل ممكن دخول مرة او اتنين يعني وبصعوبة شديدة جدا والزوجة بتتألم دي لو واحدة حمولة اوي اه وبرضو بتحتاج لنفس العلاج بس بتختلف هنا درجة التشنق عندنا تشنق متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد وده بنعرفه بالارقام اللي بتبين على الجهاز الجلسة التانية بنعمل فيها نفس الكلام جلسة على الحود وجلسة على المهبل الجلسة التالتة بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها الاعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحود وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقليدي ما بينفعش اصلا في التشنق المهبلي لازم فيه وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمه لهم وبنعلمهم ايام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في ايام التبويض مش زي الموبايل أبليكيشن اللي بتنزل موضوع مسهل كده وإلا كل الناس كانت حاولت بالموبايل أبليكيشن بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل ازاي عشان ان شاء الله انسهل ان يحصل حمل ونعود الفترة اللي فاتتنا السؤال اللي فاضل المهم هل الزوج في حالات التشنق المهبلي بيحتاج لعلاق وإيه هي المشكلة اللي عنده وإيه هو العلاق في واقع الامر لقينا انه اه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه لقينا اه انه بعض الاحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة انه هو نتيجة للتوتر اللي حصله بدأ بيفقد انتصابه كتير أثناء العلاقة خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة ازاي في 3 تيام وتخلص المشكلة بعض الازواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل وده شيء طبيعي ومتوقع مش مش عيف فيه لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يأثر على الانتصاب بتاعه بناء اولا الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي لانه هو العلاج متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي اول حاجة فيه مادة اسمها النيتريك اوكسايد النيتريك اوكسايد دي لما بتزيد جوه الجشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية فبيحصل لها حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن بينتج عنه مادة اسمها كالسيوم تشانل بلوكور دي بتعمل تمدد في الاوعية الدموية وتدخل دم كتير ايه اللي احنا اللي احنا بنقدمه ايه اللي اللي بنقدمه للزوج بنعمل ايه بنزود احنا قلنا مادة النيتريك اوكسايد عندنا جهاز جاي من امريكا مخصوص علشان نزود به النيتريك اوكسايد ده هو شغلته يزود النيتريك اوكسايد بنعمل الجلسة دي بيعمل الجلسة تين في اليوم تلاتيا جلسة بالجهاز اللي يزود النيتريك اوكسايد فاضل الكالسيوم تشانل بلوكور اللي هتعمل تمدد في الاوعية الدموية بنحقن ما بنحقنش العضو نفسه بنحقن المادة دي جوه الجهاز الجهاز ده اسمه ايونتو فوريزز الجهاز ده جهاز امريكي بنحقن جواه الدواء اللي هو عباره زي ما قلنا على كالسيا متشان البلوكر ده بنحقن المادة دي جواه الجهاز بنحط الدواء ده عن طريق الجهاز بندخله للعضو الزكري وبالتالي بتزيد عنده الدورة الدموية وبتروح مشكلة ضعف الانتصاب خالص والموضوع بيحتاجهم تلت ايام برضو جلستين في اليوم وخلصت المشكلة بتاعتها وخلصت المشكلة بتاعته في تلت ايام خلصنا كل المشكلة وبنقيس على فكرة بعد كده هو كمان الزوك بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية وبنتأكد ان هو تمام هو كمان بقى تمام وبقى الانتصاب عنده كويس جدا وان شاء الله بتحصل خلص العلاقة الزوجية ان شاء الله باذن الله اذا بقى ان شاء الله يا رب ما ندخلش في العلاج النفسي انا مش هتوش جرف واحد في المياه من الحاجة لكن 99% يعني فعلا بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة نتمنى حياة سعيدة لكل الناس ولكل المتزوجين ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة السعيدة ويا رب اشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا